نحن اليوم في جولة ميدانية في هذه المنطقة لنعرف كيف استطاع الناس أن يتعايشوا في هذه الكارافانات خلال فترة المنخفضات الجوية وخلال البرد لا سيما أن الأسبوع الماضي شهد في قطاع غزة موجة برد كانت قاسية جدا وكانت قوية أغلقت الكثير من المناطق التي تمتلك بنا تحتية أفضل من هذه المنطقة فمن بالنا نتحدث هنا عن حي مؤسس بشكل جديد ومنشأ بشكل جديد بإمكانيات جدا بسيطة لا كهرباء لا مياه لا حياة قابلة للحياة كما نقول لكن هنا الناس ليس لديهم أي اتجاه آخر وليس لديهم أي إمكانيات أو حلول أخرى سوى السكان في هذه الكارافانات خاصة بعد تدمير بيوتهم في العدوان الأخير على غزة دعونا نرى هنا كيف الناس استطاعوا أن يتعايشوا وكيف يقضوا بالفعل حياتهم في فصل الشتاء ونحن لازلنا في بداية هذا الموسم والمنخفضات الجوية كما تبين الأرصاد لا زالت في بداياتها ولا زال هناك الكثير من المنخفضات الجوية دعونا نرى أكثر تلك الكارافانات التي كان يرى الناس فيها مأوى لعوائرهم تفي بالغراد وتسد حاجاتهم بدلا من البقاء في الخيام والمدارس التي لا توفر لهم الراحة لم يتخيلوا يوما أن تكون مصدر تشريد مرة أخرى لهم عند أول منخفض جوي عميق يضرب المدينة قرابة خمسة أيام مرت على غزة المدينة الصغيرة وسط منخفض جوي قوي أغرق الكثير من البيوت المتهالكة ودمر البنى التحتية وأغلق الشوارع الرئيسية بالسيول والفيضانات وقتل أربع مواطنين منهم ثلاثة أطفال أطفالنا مرضو أنا بنتي من يوم ما دخلت الكارافان ما شفتش خير 18 سنة عمرها ما شفتش خير يوم يوم تقولوا يا ماما زيحان نفسي بتمسكني البنت صال عندنا زيحان نفسي إليه تضل حجر من بيتي بس وعشرين ألف كارافان هاي الكارافانة ما احترم الشديد دل صمام هاي الكارافانة يعني بصراحة أنا في يوم الأيام قلت هاي الكارافانة أنا لا تصلح لأن تكون تلاجة موتا أو تلاجة لتجميد الخضار والفواكه واللحوم والأسماك لكن أنا كمان وصفتها بالصيف لأن عشرناه ودخلنا فيها بالصيف وسكننا فيها هاي الكارافان هذا بالصيف يعني لا يصلح إلا أن يكون فراخا يعني فقاست كتكيت احنا بدنا عمار غزة بدنا شهدوا الكارافانة بدنا عمار غزة في جولة سابقة بعد العدوان الأخير على غزة كانت الشوارع ممتلئة بمياه الصرف الصحي من جهة وبركام البيوت المدمرة من جهة أخرى والأحياء فارغة من ساكنيها اليوم في جولتنا بعد المنخفض الجوي نرى مشاهد أفضع تجمعت فيها كل أسباب المعاناة فلم تعود الحرب وحدها هي المأزق بل وتأخر الإعمار مأزقا والحصار مأزقا آخر وكذلك البرد وسط كل هذا مأزقا أخطر وأكبر حالتنا في الكارافانات صعبة على الآخر يعني كنا عايشين في بيوت أمينة وكويسة يعني وعندنا كل شيء من يوم ما صار الحرب وهدوا دورنا يعني صار الحرب وهدوا دورنا كلهيتهم والشهداء راح وكلهم يعني ابني أني استشهد في الحرب في 27 رمضان استشهد أني كنت عاني بمرض القلب وعندي ارتخاص صمام الماتيرلي وعندي عضلة القلب ضعيفة وعندي ضربة الكهربائية الزائدة وبعد ما استشهد ابني يعني صارت عندي ضغوطات أكتر صارت عندي حالة نفسية صعبة على الآخر وبأخذ دواء مهدئات يعني عن دكتور نفساني عرضونا عن دكتور نفساني واني بعاني ما خصتني نقلونا على الكرفانات يعني حالتنا صعبة 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 الآخر وتدمير محلنا كلفنا 22 ألف دولار يعني راح المحل ودرنا راحت وأبني راح يليلت راح المحل والدر وظل ابني هنا نحن نجلس في هذا البيت الذي تجمعت فيه مجموعة من المآسي ليست هي فقط في كونه بيت شهيد ووالد هذا البيت أيضا مصاب أيضا المأساة هنا تكون في أن البيت الأصلي لهذه العائلة قد تدمر في الحرب النهائي في الحرب الأخيرة على قطاع غزة وكذلك محلهم الاقتصادي تدمر أيضا في يد تقريب طبي لهذه الأم تحتاج للسفر للعلاج للخارج ولكنها لا تستطيع ذلك هذه المآسي كلها تجمعت في كرفان واحد من حي كامل من هذه الكرفانات يسكنها قرابة 3000 شخص 3000 شخص داخل حي واحد من قطاع غزة من الأحياء الكاملة للكرفانات هنا الناس تنتظر وتتساءل أين الضمير العربي لعل كل المعطيات والظروف تتغير في كل دول العالم لكن هنا في غزة ثابتة كأنها ستصبح مسلمة من مسلمات الرياضيات أو الفيزياء الناس هنا تنتظر رحمة الله وتنتظر فرج الله وهو الذي أوسع من رحمة المسؤولين ورحمة أصحاب الإعمار والقائمين على هذا الإعمار إسلام الهبيل نساء من أجل فلسطين غزة ترجمة نانسي قنقر